أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث عن تسليم المسودة النهائية للإعلان المشترك بشأن الحل السلمي للأزمة في اليمن إلى أطراف النزاع وقال مصدر في مكتب جريفث أنه تم تسليم نسخة نهائية من مسودة الإعلان المشترك للحل في البلاد وإنهاء الصراع لكل من حكومتي هادي وميليشيات الحوثي بصنعاء موضحا أن المسودة النهائية تتضمن عدة بنود أبرزة وقف إطلاق النار والسئنة في المشاورات السياسية واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب وأضاف أن المسودة تنص على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ فوق التوقيع عليها من طرفي الصراع وتشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضوي ممثلين عسكريين من الطرفين وكذا إطلاق صراحة جميع الأسرة والمعتقلين والمخفيين قصرا وفق اتفاق ستوكولم إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين وفقا قوائم رواتب عام 2014 وفتح مطار صنعاء دولي ورفع القيود عن دخول سفن الحويات التجارية والنفط والسلع المختلفة والسماح الفوري بإجراء الإصلاحات الضرورية لنقلة صافر النفطية اشتركوا في القناة